تضم إلينا من بيروت كلوديا بحنة مراسلة الغد كلودي يعني إذن اتهمات من منظمة هيومن رايتس ووتش للسلطات اللبنانية بالإهمال جنائيا وأيضا انتهاك الحق بالحياة في قضية انفجار مرفأ بيروت هل من أصداء على تلك الاتهمات؟ هذا التقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش هو يؤكد المؤكد ويؤكد ما كان قد طلبه المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البطار لناحية رفع الحصنات عن عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين الحاليين والسابقين الأكثر تقدما في هذا التقرير أنه سمى رئيس الجمهورية الذي لم يسميه المحقق العدلي وأكد أنه أيضا رئيس الدولة كما جاء في التقرير كان على علم بوجود النترات وبأن هذه النترات تشكل خطرا كبيرا ما يشكل إحمالا كبيرا بحق المواطنين اللبنانيين في أي حال مع مرور سنة على هذا التفجير الإجرامي الذي طال مرفأ بيروت ينتظر اللبنانيون التحقيق ونتائج هذا التحقيق إنما حتى الآن لا تجاوب مع المحقق العدلي وطلباته لذلك هذا التحقيق يبدو أنه مرجأ ولكن المسألة لا تتصل فقط بالجهات اللبنانية الرافضة للتجاوب مع المحقق العدلي اللبناني إنما كما تؤكد أوساط مطلعة على هذا التحقيق أيضا الرفض هو من جهات دولية فالمحقق العدلي طلب صورا للأقمار الصناعية من دول خارجية إنما لم تستجب أي دولة مع طلبات المحقق العدلي فقط فرنسا ردت وقالت إن قمرها الاصطناعي لم يكن صوب لبنان في لحظة حصول التفجير إذن هذا التواطئ ليس فقط من السلطة اللبنانية إن لم تحصل مساعدة حقيقية من المجتمع الدولي لجلاء حقيقة تفجير مرحب بيروت ماذا عن ما قاله رئيس حكومة تصريف العمال حسان إذياب وأيضا ما صرح به سعد الحليلي هم أتلوا بهذه البيانات ونرى بيانات متلاحقة الآن لمناسبة مرور سنة على هذا التفجير هذه البيانات تؤكد الاهتمام بالناس تؤكد هذا الشعور الإنساني العميق بمن حلت بهم هذه الكارثة التي لم تطل فقط الضحايا وأهل الضحايا إنما كافت اللبنانيين بدرجات متفاوتة ولكن كل لبنان تأثر بهذه الجريمة المطلوب من الرئيس حسان إذياب أن يمتثل للمحقق العدلي لأنه طلب الاستماع إليه والرئيس سعد الحريري أن يساعد في رفع الحصنات عن الوزراء والنواب الذين طلب المحقق العدلي رفع حصناتهم كانت كتلة تيار المستقبل قد وقع عدد من نوابها على عريضة سميت بعريضة العار والرئيس سعد الحريري عاد واستلحق الأمر وقال إن تيار المستقبل كلودي يعني بشكل عام الأجواء في الشارع اللبناني عشية الذكرى الأولى لانفجار المرفأ مرفأ بيروت عفوا ممكن إعادة السؤال لو سمح أتحدث هنا كلودي عن الأجواء في الشارع اللبناني عشية الذكرى الأولى لانفجار المرفأ هناك ترقب لما سيحصل هناك تحضيرات على سعيد مجموعات كثيرة مشاركة في احتجاجات 17 أكتوبر لكي يواكبوا أهالي الضحايا في مسيراتهم وأيضا هذه المسيرات التي ستنطلق في وقت مبكر من بعد ظهر غد باتجاه مرفأ بيروت يعني مسيرات من منطقة مرمخايل الجميزة من فوج الأطفاء من مناطق أخرى سوف يتقاطر عدد من اللبنانيين إلى منطقة المرفأ لتتويج هذه النشاطات بكداس احتفالي في منطقة المرفأ يرأسه البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشارة بوترو السراعي السؤال إذا ما كان الأمر سيمتد في ساعات المساء والليل ويتحول إلى احتجاجات إلى اعتصامات أمام منازل النواب والوزراء الذين طلبوا رفع حصاناتهم هذا هو السؤال المطروح كلودي أبي حنى مرسلة الغد كنت معنا من بيروت شكرا لك